قرن مضى على ميلاد صحيفة الشرق العربي التي واكبت بداية تأسيس الدولة ونهضتها الشمولية عبر امتداد الإمارة والتأريخ اللاحق لأربع ممالك هشمية الشرق العربي صحيفة ريادية دأبت في زمنها على طرق قضايا وطنية وقومية وإنسانية كما شكلت مخزونا توثيقيا ثريا للباحثين والمؤرخين اليوم تنظم المكتبة الوطنية حفلا لإشهار ثلاثة مجلدات تحوي أعداد صحيفة الشرق العربي بين عامي 1923 و1928 وذلك برعاية وزيرة الثقافة هيفا النجار وحضور نخبة من الكتاب والمؤرخين والباحثين وطلع المشاركون على زخم الصحيفة المعرفي والتوثيقي في رصد المدماك القانوني ونشأت الصحافة الأردنية بالتزامن مع تأسيس الإمارة يشار إلى أن عدد الصحيفة الأول صدر في الثامن والعشرين من أيار عام 1923 برعاية الأمير المؤسس عبد الله بن الحسين بعد عامين على استقلال الإمارة وقبل 23 عاما على تحولها إلى مملكة يتم عملية إعادة نشر هذا الموروث الوطني ليس فقط بشكله الورقي فقد ارتأت المكتبة الوطنية أن تقوم أيضا بنشر هذه الجريدة على شكل سيدي بالإضافة إلى إتاحة هذه الجريدة على الموقع الإلكتروني للمكتبة الوطنية كي تكون هذه الجريدة متاحة لكافة الباحثين والدارسين والمهتمين في كافة قطاعات الحياة في أي زمان وفي أي مكان نحن نحتفل بإصدار هذا الموروث المعرفي بثلاثة أجزاء وكان من ضمن احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية ودخول المملكة في مئوية ثانية ترجمة نانسي قنقر